فالملك مالك ابن ناصر ابن محمد ابن مرعي الهاجري مرحبا ابن مرعي صباح كلاب الخير صباح النور والسرور يا مرحبا ابن مسهلا الله يبقيك حضرت اليوم الصلفات نعم صحيح حطنا علومها وكيف استعدادها اليوم للشبط نحمد الله ونشكرها السلطة طيب والصلفات عرضت اليوم عرضا طيب مثل ما شاهدته ومنافسها مع أخوان المشاركين ونحمد الله ونشكرها هذا فضل من الله نعرضت عرضا طيب ومنح سن العرض اللي عرضت اليوم ناصر حضرت العام الماضي نعم صحيح وش حصلت عليه حضرنا السنة اللي طافت وحصلنا على المركز التاسع ومن يوم بدت مزاينات أمور قابة وجائزة الملك عبد العزيز والصياهد وحنا مشاركين كل سنة نحمد الله ونشكرها وتحصل على أرقام متقدمة وطيبة ناصر السنة هذه النسخة الخامسة كيف حضور ابن مرعي للميدان التحكي حضور ابن مرعي للميدان التحكي طيب على شوفتكم وشوفة الجمهور ونحمد الله ونشكره نحن معززين أغلب الصلفات تلاد من المراحل تلاد من المراحل نعم السنة هذه كم دعمتم التلاد من الانتاج دعمين الحمد لله حول الخمسطاعش خمسطاعش بذن الله توقعهم في تقدم إن شاء الله بذن الله في تقدم نسأل الله التوفيق سلالة الصلفات سلالتها على عروجان بعير محمد بزايد الخيارين بني هاجل لكم مشاركات في الأشفاط الثانية؟ لا بالله ما نلل في الستين الستين طبعا خلص العرض الأول باقي العرض الثاني الأخير نعم صحيح كيف رشحت بمرعي نفسك من بين المتنافسين؟ نحمد الله ونشكره الترشيح على شوفتكم وشوفة الليجنة والدعوة في الليجنة نحمد روناسكم نحن يكفينا نحن متنافسين على الشوط الناري ومثل ما قال أخونا بدر هذا الشيء النشوط شوط الأخبوي وشوط الستين من يوم بدأت مهرجان الملك عبد العزيز وهو شوط ناري بحضور الأمير عبد الرحمن بن خالد وحضور الشيخ بيابا نهيان وحضور هكثر من لاكلب النشيطين ومن يوم بدأت المهرجان للآن ونحن في عادة الستين أنهي من أقوى الفئات كعدد المشاركين وحضور البل المتكامل أكيد أن الشوط هذا راح يكون قوي وأيضا بمسمى سيف الملك ماذا يعني لكم حقيقة الاسم هذا على الستين فصوصا؟ حقيقة فينا شرف أنه باسم سيف الملك هذا حد ذاته أول شرف الله يحييك نباركك إن شاء الله ونقوم بالتوفيق إن شاء الله ونقوم بالتوفيق إن شاء الله شكرا للمشاهدة